سيكون المشروع معلم ثقافي وطني سيتكون من مكتبة رقمية وورقية وسيتكون من يحوي معالم وطنية تجسد تاريخ ليبيا سيتم إبراز المعالم الجمالية في الحديقة لتضفي على البيئة لمسة جمالية المشروع جاء في البداية بمبادرة من الأهالي تم إنشاء فكرة شهادات مساهمة ساهم الأهالي كبار والصغار في هذا المشروع وتحصلنا على تمويل في ذلك الوقت من وزارة الحكم المحلي توقف المشروع بسبب الأحداث التي عانتها المدينة الآن بعد استقرار المدينة انطلقنا من جديد الآن برعاية المجلس البلدي وجهاز حماية المدن التاريخية سنواصل إن شاء الله استكمال المشروع وما زال المشروع يحظى بدعم السكان